لو الحكاية فيها إنا فيديو في النهاردة الحد 31 مايو والنهاردة الأمر موجود في برج العزراء لغاية الساعة 34 و 38 دقيقة بعد العصر عندنا كمان أورانوس موجود في برج التور والشمس في الجوزاء وعتارد في السرطان والمريخ ونبتن في الحوت وعندنا أربع كواكب يتراجعوا فينس بيتراجع في الجوزاء وبلوتو المشتري بيتراجعوا في الجادي وزحل بيتراجع في الدالو وعندنا في حالة تنافر فلكي ما بين الأمر اللي في برج العزراء ونبتن اللي في برج الحوت والتنافر بيحصل عند درجة 20 من البرجين خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر إزاي على 12 برج نبدأ ببرج الحمل موليد الحمل النهاردة عندكم فيه تنافر فلكي في منازل الصحة وده ممكن يخلي تاقدكم أقل مهم جدا أنكم تحاولوا تحموا نفسكم من أي عدوى وتاخدوا وقت كافي من الراحة وتنظموا جهودكم وما تضيعوش وقتكم في شيء ملوش لازمة وما تضيعوش تاقدكم في شيء ملوش لازمة نروح بعد كده لبرج التور وموليد التور النهاردة عندكم الأمر في وضع داعم في منزل الحب وده بيديكم طاقة أكتر وحماس في العمل وبيديكم كمان طاقة عاطفية تعرفوا تقضوا أوقات حلوة مع الأحباب ومع الشخص اللي بتحبوه وكمان لو عندكم أولاد هيكون عندكم فرصة أنكم يبقى فيه تواصل بصورة أفضل مع أولادكم وفيه تفاهم أكتر حتى في المحيط العائلي نروح بعد كده لبرج الجوزاء وموليد الجوزاء عندكم النهاردة الأمر في وضع معاكس معاكم مهم جدا أنكم تاخدوا بالكم ما تتسرعوش في ردود أفعالكم حاولوا أنكم تتجنبوا الدخول في أي حوارات شائكة أو جدال مع الأهل والقرائب والأصحاب عشان تحافظوا على علاقتكم بيهم كمان مهمة تقوموا أي مشاعر سلبية بتسيطر عليكم خصوصا أنه النهاردة أنتم بتاميلوا لاسترجاع ذكريات مؤلمة أو خبرات مؤلمة أو حزينة كل ده طاقة سلبية فحاولوا أنكم تقوموا أي ذكريات أليمة وحاولوا أنكم تستمتعوا بالوقت الحاضر نروح بعد كده لبرج السرطان موليد السرطان النهاردة عندكم الأمر في منزل العلاقات وده بيديكم لباقة وديبلوماسية وقدرة على الانسجام مع الحواليكم حيكون عندكم في الشغل قدرة على إبراز مواهبكم اجتماعيا وعاطفيا وعائلين تقدروا تقضوا أوقات حلوة مع كل اللي حواليكم وتوتدوا لقدكم بكل اللي حواليكم نروح بعد كده لبرج الأسد وموليد الأسد عندكم النهاردة الأمر في المنزل التاني ده بيخلي تقيدكم أقل حاولوا أنكم مش بس تقيدكم تركيزكم أقل فحاولوا تحافظوا على تركيزكم وتراجعوا كويس كل خطوة عشان ما تقعوش في أخطاء خصوصا في الشغل وفي الفلوس وكمان في كلامكم مع الحواليكم حاولوا تركيزوا أكتر عشان ما تقعوش في أي أخطاء وتتسبب ليكم في خسائر نروح بعد كده لبرج العزراء موليد العزراء النهاردة الأمر مازال موجود في برجكم وبيديكم سحر وتقلق وجاذبية وتعرفوا تندمجوا أكتر مع الناس اللي حواليكم عندكم سكة بالنفس وكمان تعرفوا تفردوا إرادتكم ورغباتكم بمنتهى الزكاء وتلفتوا الأنظار ليكم وخصوصا أنظر الجنس الآخر نروح بعد كده لبرج الميزان وموليد الميزان النهاردة عندكم فيه تنافر فلكي في منازل الصحة ومهم جدا أنكم تاخدوا بالك أكتر من صحتكم وتاخدوا وقت كافي من الراحة وتحموا نفسكم من أي عدوى مهم كمان النهاردة أنكم متعلنوش عن أفكاركم وعن خطاتكم وابعدوا عن الفخر بنفسكم وبإنجازاتكم نروح بعد كده لبرج العقرب وموليد العقرب النهاردة عندكم الوضع الفلكي داعم الأمر في منزل المشروعات ومنزل الأصحاب ده بيديكم حظ رائع اجتماعيا ومهنيا وتعرفوا تكسبوا بسهولة مسندة الأصحاب وتحصلوا على نصايح مخلصة من أصحاب مخلصين كمان تعرفوا تحصلوا على مسندة ودعم من زملاء في العمل أو رؤساء في العمل نروح بعد كده البرج الكوس وموليد الكوس النهاردة عندكم الأمر للأسف وضع معاكس مهم جدا النهاردة أنكم تقوموا أي مشاعر إحباط أو توتر وحاولوا تصبروا لبكرة الدنيا هتكون أحسن معاكم بس النهاردة لازم تعملوا بدقة عشان ما تقعوش فأخطاء تتمسك ضدكم نروح بعد كده البرج الجادي وموليد الجادي النهاردة عندكم الوضع الفلكي داعم جدا الأمر في منزل الحظ وده بيديكم ثقة بالنفس أكتر وكمان عندكم استعداد تزودوا معلوماتكم ومعرفتكم وعندكم تركيز أكتر وهيكون ده بيساعدكم أنكم تحققوا تطور عموما وكمان تعرفوا تحققوا مكاسب وتلتقطوا الفرص لتحقيق مكاسب مالية نروح بعد كده البرج الدالو وموليد الدالو النهاردة للأسف عندكم تنافر فلكي في منازل المال وده يخليكم بتميلوا للتبسير مهم جدا النهاردة أنكم تتأنف كراراتكم المالية ما تتسرعوش في أي عمليات بيع أو شراء يعني باختصار ما تغمروش ماليا كمان في الشغل المهم أنكم تتأنف في كراراتكم عشان ما تاخدوش أي كرارات تندموا عليها أو كرارات تتسبب ليكم في خسارة نروح بعد كده البرج الحوت وموليد الحوت النهاردة عندكم الأمر للأسف مازال في مواجهة برجوكو ده بيخليكم تميلوا للعصبية وللتصرع في الانفعال مهم جدا أنكم تتجنبوا أي معارك فكرية أو أي صدام مع الحواليكم فكروا في عواقب أي تصرف أو أي كلمة بتعملوها بس كمان لازم تتأنوا جدا في توقيع أي أوراق أو عقود وما تغمروش ماليا وتاخدوا بالكم من حقوق أو يوقعكم في أخطاء فلازم تتأنوا وتدرسوا كويس كل قرار أنتوا بتتخذوا وكده نبقى خلصنا الـ 12 برج النهاردة